اشتركوا في القناة اليوم سجلنا بتونس العاصمة ايضا 26 درجة ومميزات تقس اليوم شوفوهم كل عادة من خلال تسلسل لسوال القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء ظهور سحب عبره باغلب الجهات وليكانت احيانا كثيفة الليلة ممكن نزول بعض الامطار المحلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب فيما عدد ذلك يتواصل تقس احيانا كثيفة سحب درجات الحرارة تكون من بين 16 الى 20 درجة بالشمال وبالوسط اقل بالمرتفعات في حدود 14 وبالجنوب ممكن سجدوا ارقام تكون من بين 20 الى 24 درجة يوم الغد ان شاء الله مزلت الوضعية الجوية ملأمة لظهور ظبب محلي في الساعات الاولى قرب سواحل بالمخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وبعد تقس وضباب نتوقع ظهور مجموعة من السحب العابرة على كملة البلاد درجات الحرارة تتواصل نسبيا في نفس المستويات الحرارة القصوى تبقى في حدود 27 بتونس جيلة الوطن القبلي وبأقصى الشمال ببنزرت نتوقع 28 درجة بزغوان وبباجة بجندوبة تقريبا في حدود 29 27 بسليانة وبالكاف في مناطق قلوسات 29 بالقيروان 28 درجة بسليبوزيت 26 بالقسرين سوس المنستير والمهدية وبالجنوب في حدود 27 بسفاقس وبقابس مدنين وتطوين 29 30 برمادة بالبرمة 30 أيضا بيكبلي بيتوزر بقافس الحرارة القصوى تكون في حدود 27 درجة بالنسبة للملاحة وسيل البحر البحر يكون هادئ وقليل الاثراب ملاءم لمختلف الأنشطة البحرية يوم الغد وريح تكون في أغلبها شمالية غربية بالشمال منطقتين سيرات وخليج تونس من القطاع الشمالي بخليج حمامات وبجية سحل سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجي سريح تكون شمالية فشمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة كل عادة ألمدوكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية حرارة نسبيا مرتفعة بين وقشة 40 سماء صافية بريبات 28 بالدربيدة 26 بالجزائر بترابلوس بعض الصحوب العابرة والحرارة القصوى تكون في حدود 26 سماء صافية بالقاهرة حرارة مرتفعة بالبقاء المقدسة تصل إلى 41 بالمدينة المنورة و39 بمكة المكرمة ببقية المدن العربية يتواصل تقس حار بالكويت 43-42 ببغداد أمطار ببيروت 26 درجة سماء صافية بالدوحة وبأبوذة بـ 38-29 بدمشق 27 بعمان وبالقدس الشريف تقريبا حرارة قصوى تكون في حدود 26 درجة ببقية المدن الأجنبية بإسطنبول تقس ممتر 21-23-9 درجات بموسكو 20 في فيينا 24 بروما 16 بامستردام صحوب عابرة ببرلين 21 وبكوبنهاجن تقريبا حرارة قصوى لا تتعدى 15 درجة ببقية المدن الأوروبية بلندن 17-14 بستوكوم 19 بباريس أمتار بجوناف وبمرسيليا 17 درجة ببريكسيل 29 بمدريد وسحوب عابرة بلسبونا والحرارة قصوى تكون في حدود 26 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة وشارع جديد إن شاء الله نستقبله بالمواشرات الإيجابية تغسيكون مغيم إلى كثيفة سحوب مع نزول أمتار بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب من ناحية الحركية رياح تكون مياق طعا الشمالي بالشمال الشرقية بالوسط وبالجنوب ضعيفة إلى معتدلة البحر يكون هذا وقليل الاثتراب والحرارة القصوى تقريبا تتراح من بين 24 إلى 28 درجة انتلاق التصبع الجاي يتميز بنزول أمتار بأغلب مناطق البلاد رياح تكون مياق طعا الشرقي ضعيفة إلى معتدلة البحر يتوسل قليل الاثتراب وممكن نعيشه انخفاض نسبي في درجات الحرارة موعيد شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 16 و13 دقيقة غروبها في الساعة 16 و5 دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمهد الوطني لرست الجوي www.metio.in تبعثوا رساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 88-40-4 شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة